أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاروت ويقولون للذين كفروا أولئك أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنوا الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون نون نصيرا أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرا ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنجنات تجري من تحت الأنهار جنجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج وطهرة وندخلهم ظلنا ضليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعلكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوا إلى الله فاردوا إلى الله والرسول إن قوتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم